ومن الجيزة ينضم إليه مراسل الغد كريم الشيخ كريم كيف تصف لنا الإقبال حتى الساعة على التصويت يمكن أن نقول أننا خلال الساعات القليلة الماضية بدأ الإقبال أقل من الصباح ولكن من المتوقع أن تزداد الأعداد خلال الساعات المقبلة خصوصا أن هذه ساعات هي ساعات الظروة وبالتالي هناك أعداد كبيرة جدا من الموظفين في القطاع الخاص أو حتى أصحاب أو طلبة أو أولياء الأمور الذين يصلون إلى مدارسهم في المدارس الحكومية وبالتالي ربما أو من المتوقع أن تكون هناك زيادة خلال الساعات المقبلة في هذه المدرسة سيزور محافظة الجيزة ووزيرة التنمية المحلية هذه المدرسة وعدد من المدارس الأخرى للاتمؤنان على سيرة العملية الانتخابية هناك تواجد أمني مكثف أمام معظم لجان أو كل لجان الانتخابية حتى هذه الأثناء أيضا سير العملية الانتخابية يمر بسلام حتى هذه الأثناء هناك دفع لأكثر من 147 سيارة إسعاف من قبل وزارة الصحة المصرية بالإضافة أيضا إلى أن محافظة الجيزة يحق لخمسة مليون مواطن الإدلاء بأصواتين في هذه المحافظة في 1046 لجنة فرعية و536 لجنة رئيسية وبالتالي في هذه اللجان وفي هذه الدوائر ستجرى الانتخابات على مدار اليومين اليوم وغد وفي محافظة الجيزة هناك 12 دائرة يتنافس فيها أكثر من ألف مرشح على تقريبا 25 مقعدا في مجلس النواب المصرين شكرا جزيلا لك كريم الشيخ مراسل الغد من الجيزة